غادرت الطائرة الإغاثية السعودية الحدية عشرة مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشمل مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 35 طن وذلك تمهيدا لنقلها إلى الأشقاء داخل قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر